دكتور أحمد هي زيارة أولى للرئيس الجزائري عبد المجيد تابون كثير من الناس لما بيحصل زيارات متبادلة ما بين قادة سياسيين أو ديبلوماسيين ما بين دول بيتسألوا هل اللقاء ده شكل من أشكال اللقاءات الديبلوماسية ولا فيه فعلا ملفات حقيقية ممكن تكون متبادلة ما بين الدول وده اللي كان السؤال اللي مطروح في زيارة الرئيس عبد المجيد تابون ايه ممكن يكون شكل التعاون ما بين مصر والجزائر أهم الملفات اللي ممكن تكون تم التبادل الرؤى فيها والاتفاق عليها في هذه الزيارة يعني إذا وصفنا العلاقات المصرية الجزائرية نستطيع أن نقول أنها علاقات شراكة استراتيهية متميزة يعني نموذج العلاقات المصرية الجزائرية هو نموذج رائد في العلاقات العربية العربية لأنها لا خصوصية كبيرة هي نموذج لما ينبغي أن تكون عليها علاقات العربية العربية أولا هي شراك على كل المستويات السياسية الاقتصادية هناك مصارا مهمة يحكمن هذه العلاقات مصار العلاقات السنائية وهو ينمو بشكل مستمر تبادل التجاري والاستثمارات والعلاقات الاقتصادية باعتبر أن مصر والجزائر دولتان مهمتان في إقليم الشرق الأوسط هذا المصار دفعته الزيارة بالطبع في إطار اللجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية التي ستعقد أعمالها قريبا أيضا في أليل التشاور السياسي وبالتالي هي علاقات قوية على المستوى السنائي المصار الآخر الذي يتسير بالتوازي هو مصار القضايا الإقليمية نقول أن المنطقة العربية خاصة في العقدة الأخير أصبحت منطقة مضطربة وكثير من دولات تعاني من أزمات وصرعات في ليبيا في سوريا في اليمن وغيرها هنا ما نطلق عليه ما يسمى دول قلب الصلب يعني مصر كأحد دول قلب الصلب في المنطقة المملكة العربية السعودية الإمارات العربية الكويت الجزائر هذه الدول تمثل ما يسمى صمام الأمان في الحفاظ على النظام الإقليمي العربي والأمن القومي العربي وفي إدارة القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية وبالتالي تنبع أهمية هذه الزيارة هي زيارة مهمة في توقيتها في مخرجاتها كما أشار وتناول الزعيمان الرئيس السيسي والرئيس طبون العديد من الملفات الجوهرية المهمة التي تمثل منطقة بالطبع كان أولها الملف الليبي يعني ليبيا دولة جوار لكل من مصر والجزائر هناك ألية التشاورة السلاسية التي تضم تونس أيضا بشأن ليبيا نقول أن هناك تطابق يعني ليس توافق تطابق في وجهات النظر حول الأوضاع في هذه الملفات منها الملف الليبي يعني طبعا دعم العمليات السياسية خاصة بعد آخر الانتخابات خروج الكوات المرتزقة والكوات الأجنبية محاربة الإرهاب تحقيق المصالحة الليبية وتأكيد أن الحل بأيدي الليبيين لأن استقرار ليبيا هو استقرار الجزائر واستقرار مصر وأمن ليبي هو من أمن الجزائر وأمن مصر وبالتالي كان هناك ألية واتفاق على دعم العمليات السياسية في المرحلة المقبلة وهم يمثل أهمية كبيرة في هذا الملف المهم هناك أيضا القضية المركزية القضية الفلسطينية التي نقول هنا أنها تمثل جزء أساسي من أجندة السياسة الخارجية المصرية في كافة المستويات وكافة السوال العربية والإقليمية والدولية دائما الرئيس سيسي اللي هي مقولة أن القضية المركزية هي مفتاح الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هي قضية المركزية للعرب كان هناك طبعا سلاسة مسارات تحكم التنسيق المصري الجزائري في التعامل مع القضية الفلسطينية مصار أحياء عمليات السلام ورفض أي سلوكات انفراضية تهد عمليات السلام مثل الاستيطان قام الدولة الفلسطينية على حد 67 وعلى سمطة الكدسة الشرقية مصار آخر مصار إعادة العمار ومصر كانت من أول الدول التي قدمت نصف مليار دولار لعمار غزة بعد الأدوان الإسرائيلي ثم المصار الثالث الذي تتكمل فيه أدوار الدولتين وهو مصار تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وكما أشهد بها الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع أخيه الرئيس تاببو هذه القضية تمثل أيضا محورية مهمة في المحادثات واعتقد أنها تمثل دفع قوية للقضية الفلسطينية هناك الملف الثالث وهو المتعلق بالقمة العربية يعني القمة العربية الجزائر ستصدفها في القمة المقبلة صحيح يعني تأجلت لظروف خاصة بجاحة كورونا واعتقد أن هناك إرادة كما قال الرئيس السيسي إرادة سياسية لدى الجانبي هنا نضع خط تحت كلمة الإرادة السياسية إرادة مصرية وجزائرية على العمل على مواجهة التحديات العربية العمل العرب المشترك تهيئة كل الأجواء والظروف التي تساهم في إنجاح القمة العربية لتخرج بمخرجات تواجه هذه التحديات في ظل كمان إصرار الحياة جزائر في عودة سوريا مرة تانية للقمة العربية كان فيه أيضا يفن ملف مهم جدا تم التباحث وتطرق ليه هو ملف صد النهضة سؤيل حضرتك إزاي ممكن تكون الجزائر لها دور فاعل في هذا الملف ملف صد النهضة وهي قضية مهمة جدا من نسبنا قضية أمن قومي يعني الرئيس السيسي في خطابه في الجماعية العامة للأمم المتحدة في 2019 قال كلمة ورسالة العالم كله أن قضية المياه قضية حياة وجود بالنسبة للمصريين وبالتالي مصر متمسكة وبالتفاق قانوني ملزم مشان تشغيل وقواعد سد النهضة يعني المعادلة واضحة المصرية بسيطة مصر تعترف الأسوبيا بالحق في التنمية بالحق في الكهرباء في مقابل أن تعترف الأسوبيا لمصر في الحق في الحياة في المياه هذا يعتبر جزء من الأمن القومي أكثر من 100 مليون مصري يعيشون على هذه المياه وبالتالي هنا العالم كله يتفهم الموقف المصري والموقف السوداني في التواصل للتفاق ملزم يراعي مصالح جميع الأطراف الجزائر حقيقة دولة مهمة دخلت على خط الوساطة خط المفاوضات الجزائر دي علاقات جيدة مع كل الأطراف سواء مصر أو السودان أو السيوبيا وبالتالي يمكن أن تمثل عامل مهم في دفع المفاوضات إلى جانب أيضا آلية الاتحاد الأفريقي والجزائر يعني الدولة فعيلة في الاتحاد الأفريقي أنا في اعتقادي الرئيس سيسي أمس مع الرئيس تابون يعني أكد الرسالة المصرية بأن مصر مع المفاوضات مصر مع القانون الدولي مصر مع مصالح جميع الأطراف وأعتقد أن الجزائر والأطراف الأخرى سواء كلها الكبرى حقيقة أو كل الدول ورأينا بيان مجلس الأمن السابق الذي يؤكد حقية مصر في مكتسبتها في مياه نهر النيل وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد دفع كبيرة في هذا الملف الحيوي والهام لكل المصري عظيم طيب أفندم الجزائر دولة من الدول اللي عانت من الإرهاب بشكل كان واضح جدا في العشرية السوداء من بداية 92 نهاية سنة 91 مصر أيضا عانت من الإرهاب في فترة يعني منصرمة قريبة والدولتين اللي هم باع وتجربة فريدة في القضاء ومواجهة الإرهاب اللي مروا به إزاي يكون فيه تنصيق ما بين دولتين زي مصر والجزائر للسيطرة على منابع الإرهاب خصوصا أن الإرهاب كان من نابع من جبعات إسلامية في الدولتين وأيضا ليبيا التي تتوسط الدولتين كانت في وقت من الأوقات بقرة قوية للإرهاب يعني التنصيق المصر الجزائري حول الإرهاب مستمر منذ فترة كبير يعني كمان تأشرت مصر والجزائر عانت من تجربتين مريرتين من الإرهاب والجماعات الإرهابية ونجحت الدولتين حقيقة في تجاوز هذه التجربة المريرة والقضاء على الإرهاب وتوجيه ضربات استباقية للبنية الأساسية للإرهاب وانحصاره بشكل كبير في منطقة الشرق الأوس أنا في أعتقادي أن هناك توافق أيضا وتطابق في وجهات النظر فيما يتعلق برؤية المصرية لمجهة الإرهاب يعني الرؤية المصرية أيضا التي كل العالم الآن يتماهى مع الرؤية المصرية وهي المواجهة الشاملة للظهر الإرهابي المواجهة الفكرية الإيدولوجية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي تمثل مقاربة مهمة لكافة الدول الآن في التعاون مع الظهر الإرهابية يعني ليبيا كمانت أشرت منطقة يعني في بيحة من السيولة تحاول الجماعات الإرهابية استقلالها حالة ربما يعني غياب الدولة القوية في يعني الانتشار تنظيم داعش الإرهابي بعد انحصاره في سوريا والعراق يبحث عن حضنات جديدة في إفريقيا كان منها ليبيا منطقة السحل والصحراء منطقة الصحراء الكبرى وهنا يبرز أهمية التنصيق المصري الجزائري في المرحلة المقبلة في دعم دول الصحراء هناك يعني دعم مهم في قليل مكافحة الإرهاب الجماعات الإسلامية المضطرفة التي تستغلت دين لأغراض سياسية وتشوه الدين حقيقة بهذه المبارسات لكن أنا في اعتقادي أن التنصيق المصري يمثل العام المهم في ضبط الحدود خاصة مع الحدود مع ليبيا فيما تعلق بالتبادل المعلومات فيما تعلق بالتستطيق مع الدول الأفريقية التي تعاني الآن من تحديات كبيرة مع انتشار وتقاصر التنظيمات الجهادية الإرهابية كل هذا يمثل خطوة مهمة في مواجهة الزهر الإرهابية التي تعاني منها المنطقة والعالم كله وأعتقد أن أشار الرئيس السيسي أمس أيضا في محادثاته مع الرئيس تاببون إلى أن التنصيق المصري الجزائري يمثل محور مهم وارتكاز في مواجهة هذه الزهر الإرهابية طيب يحنظم كان فيه جانب آخر لهذه الزيارة وجانب هام طبعا وجانب اقتصادي بشكل يعني بشكل عام سوئيل حضرتك إزاي ممكن مصر تفيد الجزائر اقتصاديا وأيضا زي جزائر ممكن تفيد مصر اقتصاديا لو كلمنا عن فرص الاستثمارية والمشروعات وما إلى ذلك هذه نقطة مهمة جدا أستاذ جيمانا لأن السياسة الخارجية المصرية أحد فلسفتها هو أن السياسة الخارجية والعلاقات الجيدة والعلاقات الرئيس السياسة القوية مع دول العالم تقوم على بناء الشراكات لخدمة التنمية في الداخل وبما يعود بالنفع في نهاية المطاف على المواطن المصر دائما القوى الاقتصادية والتنمية في محور كل القوى الرئيس مع كل رسالة العالم أو الدول العالم الدول العربية ودول أجنبية الفكرة ببساطة أن مصر الآن بيئة وعيدة الجزب للإستثمارات مصر تعيش حالة استقرار سياسي وأمني كبير في ظل منطقة مضطربة مصر هي أحد البيئات الجزبية لهذه للإستثمارات ومنها للإستثمارات الجزائرية بمعنى آخر الآن في ظل جاعة كورونا وتدعيتها السلبية على الاقتصادات العربية ومنها طبعا الجزائر ومصر مصر الآن لديها مشاريعات قومية في محور التنمية في العاصمة الأدارية كلها تمثل بيئة مواتية حقا لجذب الإستثمارات ومنها الإستثمارات في الإستثمارات الجزائرية الأمر الثاني مصر لديها تجربة تنموية مهمة يمكن للجزائر استفادة منها في مجال البنية الأسسية ومشاريعات القومية العملاقة في مجال الإصلاح الاقتصادي كلها تمثل مزايا نسبية يمكن للاقتصاد الجزائر أيضا أن يستفيد من هذه المزايا خاصة فيما تعلق بالاعتماد على المشروعات لديها العمال التكنولوجيا الحديث في المقابل أيضا الجزائر اقتصاد قوي اقتصاد مهم لديها أيضا تجربة تنموية مهمة وبالتالي هنا التعاون المصري الجزائر الاقتصادي هو أحد المداخل الأساسية أولا تحقق التنمية وهو مدخل لمواجهة الإرهاب والتشهد والتطرف لأن تهيئة البيئة الاقتصادية ومعالجة الفقر وكل هذا يهيئ الأرضية لتحقيق بيئة مستقرة في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي يجفف بيئة الإرهاب والتطرف والعنف وغيرها من البطالة التي تستغلها الجماعات الإرهابية وبالتالي هنا العلاقات الاقتصادية قوية علاقات التبادل التجاري هناك اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية كل هذا يمثل فرص وعيدة حقيقتها تم إبرام العيد من التفاقات والتفاهمات المشتركة واعتقد أن مصر والجزائر هي من الدول التي تشهد العلاقات بينهم التبادل التجاري نموا مستمر هذا يؤكد دائما على يعزز العلاقات السنائية من ناحية ويعزز التكامل للاقتصاد العربي وبالتالي يومسر القاطرة مهمة إضافة لشركات مصر مع دول الخليج مع الدول الأخرى كل هذا يستعمل في نهاية المطاف إلى الارتقاء بالعمل العربي المشترك وبتحقيق التنمية وبالتالي تحقيق وضع أفضل لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة دكتور لو رجعنا مرة تانية إلى الإرهاب حدثك كلمت عن مواجهة الشاملة للإرهاب جزء من المواجهة الشاملة هو تحقيق وضع سياسي ثابت ورصخ وعملية ديمقراطية للانتخاب ليبيا تحديدا عندها أزمة في الانتخابات ويعني مشاكل متعددة ونحن في انتظار الانتخابات التي تم تأجيلها أكثر من مرة مصر والجزائر لهم بكل تأكيد دور في توثيق العملية السياسية لعقد هذه الانتخابات ممكن يكون الزعماء أو الزعيمين السيسي وتابون اتفقوا على إيه لتحقيق فعلا الانتخابات المنتظرة منذ فترة في الأراضي الليبية يعني أنا في اعتقادي أن الزعيمان اتفق على تأكيد المواقف المصرية والجزارية السابقة بمعنى دعم الحل السياسي في ليبيا تحقيق المصالحة الليبية لأن الفكرة البساطة أن الحل في ليبيا هو بأيد الليبيين أنفسهم يعني سبت أن التدخلات الخارجية والقوى القبرى والقوى الإقليمية الخارجية كلها تدخلت في ليبيا لأغراض ومصالح خاصة بها على حساب مصالح والشعب الليبي وأدت إلى تعقيد الأزمة الليبية وإطارة أمدها وحل منها الاستقطاب وبالتالي هنا دعم الجيش الوطني الليبي المؤسسات الوطنية الليبية الحفاظ على الوحدة والسيادة ليبيا هذا هو الموقف الجزائري والمصري ودعم الحل السياسي باعتبار أن العنف لا يس في مصالح أي طرف وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد زخما كبيرا حقيقة والدور المصر والجزائري هو لديه مصدقية مع كل الأطراف الليبي هذا دعم المهم على خلاف ربما أدوار أخرى وتدخلات خارجية يعني تزيدنا الاستقطاب لكن الدور المصر كان منحاز للشعب الليبي للدولة الليبية المصلح الليبية هذا ما ساهم فيه أن تكون مصر حقيقة أحد عوامل الاستقرار في ليبيا على عكس الأطراف الأخرى التي تؤدي لزعزعة الاستقرار وبالتالي المرحلة المقبلة مهمة وأنك الآن مبادرات دولية والأمم المتحدة وزخم أعتقد أن التنصيق المصري الجزائري سيساعد في تهيئة وإنضاج الظروف من أجل إتمام العملية السياسية وإجراء الانتخابات المفترض يعني بعد ستة أشهر إن شاء الله يا فنم دكتور أحمد سيد أحمد خبير علاقات الدولية بالأهرام نشكرك يا فنم جزيل الشهر على وجودك معنا وعلى كل هذه الإضاحات شكرا